مجتمعي أو المردود من تطبيق هذا النظام الجديد وبرضه عايز أتكلم على محو الأمية الرقمية عند الناس لأنه طبعاً فيه مزال مننا كتير بيجهل هذا الفكرة أو هذا التحول الرقم طبعاً كما يعني نعلم جميعاً فكرة الوعي الرقمي أو لسه بدر شوية في مصر فيه ناس فيه جهية قطعة خطوات بعيدة جداً زي وزارة الاتصالات والمتعاملين في البنوك وبعض القطاعات قطعة وشوت كبير جداً أو الجرائد والصحف اللي معظم التحرير بتاعها دلوقت رقمي وبين قاعدة عريضة لسه هتغد وقت على ما تتعود على الفكرة دي يعني فيه نمازج ممكن تروح بنك أو بريد أو الحاجات اللي بتقدم خدمات الموطنيين الشيء جيد أنه بدأت الدولة أو هذه المؤسسات تجبر الناس وهو إجبار جيد ومحترم على التعامل الرقمي أن أنت الشمول المالي مثلاً لازم ما تعملش فلوس نقدية لازم تحول فالناس مش متعودة فبتبع عندها يعني تعبانة شوية بس شوية شوية الناس بطبيعتها بتقاوم الجديد هذا أمر طبيعي جداً في كل شيء هيأخذ وقته وشوفنا نمازج كتير جداً وقصص طريفة جداً في المجتمع المصري على فكرة مقاومة الجديد هو متعود يروح يقف عند الصرافي يدي له فلوس ويأخذ وصله ويروح فكرة أنه هو يعمل الخدمة أو يقف في المطار يعمل الشيكين أو حاجات زي كده مباشرةً مش متعود عليه فهيأخذ وقت شوية لكن إحنا مشينا خطوات كتير جداً في الأمر اللي حصل فيه كورونا كورونا كانت لها وجوه سلبية كتير جداً لكن في نفس الوقت عملت جزء إيجابي خلت الناس يعني تأخذ خطوات أكتر خصوصاً في التعليم يعني على سبيل المثال كل ما الحاجات الأونلاين أونلاين كانت معمولة لي أن إحنا بعد كم سنة ربما نالجأ ليه كورونا عجلت أن أنت تعمل ده وخلت الناس زفعتها دفع أن هي تتعامل على هذا الأمر هل ده يحصل كله مباشرةً مرة واحدة وهنبقى زي الفل في خلال فترة لا هياخد وقت على ما الناس كلها تتعود ولما يبقى فيه أن ده حاجة حتمية لكن أنت هتعمل ده سواء رضيت أو مرضيتش خصوصاً في مثالة الشمول المالي لكن النقطة الجوهرية هو إزاي أنت تقدر تعود الناس وتفهمها بهدوه ده وأنه ده في مصلحته لأنه على المستوى العام بقى الفوائد العظيمة أول حاجة هيعملها التحول الرقمي أنه سيوجه ضربة قاتلة للفساد فساد بمعنى إيه؟ فكرة الرجل أنت بتروح للموظف وبتقف ويقول لك صباح الفل وكل سواء أنت تابع باشا ونورت حتى هو أنت بتتعامل مع مكان طبعاً الروتين المصري سيحاول أن يكتهد أنه يلتف حوالين ده وبيعمل حاجات غريبة لكن بصفة عامة التحول هو رقم بدايات وبدأت تقلل كتير جداً من نسبة الفساد لأنه هيلغي الوسيط تماماً أو هيقلل من دوره إلى حد كبير لحد ما توصل إلى إلغاءه تماماً أنت مش هتتعمل مع موظف أنت بتقدم ورق معين في وقت معين يبغي أن تتلقى إجابة معينة في وقت معين فبالتالي ده أهم شيء نبراً اتنين أنه هو يسهل الوقت وجهد أنت تتصور زبان أنه أنت كنت لازم تروح تقدم مثلاً الورقة بتاع الجامعة أو الكلي أو أي شيء تروح المكان وتطبع ورقة وتوقف وتنتظر مش هو المرور أبسط شيء دلوقت بالوقت بتبعث الصورة انتهت المرور ممكن تبعث والسجل المدني يبعث لك حاجة على البيت برسومة بسيطة جداً فكل ده جهد كبير جداً ده أحد استمارة العظيمة ليه فكرة التقدم التكنوليودي أن أنت وفرت للناس جهد ووقت ومال وفرت للدولة نفسها مجهود كبير جداً نهيك عن طبعاً الاستخدامات الأخرى في التحول والرقب حركة تنقلات الناس والحركة المرورية ممكن يكون ده برضو جزء إحنا في بعض الدول الأوروبية الدرونز مش بتستعمل في المعارك زي المنطقة العربية بتستعمل في توصيل الطلبات يعني بتطب البيتزة تجيلك بالدرونز يعني فبتنال فيه يا رب نوصل لكده يا سوزمات بص التقدم البشر اللي يعرف المستحيل يعني ما كنا لو تذكر حضرتك الأفلام التي كنا نشاهدها من 20 سنة وكنا بنصخر منها أن هي تحلق في الفضاء العلمي حسبت أنه جزء كبير جداً تحول إلى حقيقة فبالتالي فكرة يعني يعني العالم فيه شطط كتير جداً يقولك أنه أنت ممكن تكون موجود في إب بي سي هنا في مدينة الانتاج وموجود في المحدة الكبرى وموجود ربما في ماليزيا يعني هل ده ممكن يحدث؟ ممكن بعد كده يحصل؟ ممكن يحدث فيه حاجات كتيرة يعني العلم لا حدودة له بس إزاي نقدر نجير هذا العلم لمصلحة الناس أنهما نوفر وقته وجهده وأنهما سبيل للتقدم مش سبيل للدمار والخرج شكراً للمشاهدة